بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر الصائمين ففي هذا المجلس المنعقد هذا اليوم الاثنين السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة أربع وأربعين واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخر مجالس الاثنين في شهر رمضان يوقوعه في خاتمة هذه العشر الأواخر بلغنا الله وإياكم فضلها وكرامتها وما خص فيها أهل قيامها من العفو والمغفرة والعتق من النار هذا المجلس أيها المباركون المنعقد في رحام بيت الله الحرام نجعله حديثًا عن واجب الوقت الذي يشتغل به المسلمون هذه الأيام والليالي فإن العشر الأواخر جملةً وليلة القدر على وجه الخصوص إنما يلتمس تحريها والبحث عن فضلها بعباداتٍ صالحةٍ يأتي على رأسها الدعاء وطرق أبواب المسألة بين يدي الكريم المنان سبحانه وتعالى الدعاء عبادةٌ عظيمةٌ في ذاتها وهي للصائم في رمضان بابٌ من أبواب الكرامة والأعطيات والهبات والنفحات والدعاء للصائم مع قيامه أيام العشر الأواخر بابٌ عظيمٌ يرج منه الصالحون ويتنافس فيه المتسابقون أيها الصائمون جاءت الآية الكريمة في قول الحق سبحانه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جاءت متخللةً آيات الصيام في سورة البقرة لأمرٍ مقصود لما بين الصيام والدعاء من العلاقة الوثيقة دل عليها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر وقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة لا ترد فبين صيامكم أيها الصائمون ودعائكم وطرق أبواب الكريم سبحانه وتعالى بالمسألة والحاجة وطلب قضائها علاقةٌ وثيقةٌ ارتبطت بين صيامكم الذي أحبه الله عز وجل واختص أهل الصيام فيه بالجزاء الحسن كما قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي كما قال عليه الصلاة والسلام فتبين إذن أيها الكرام أن ليلة القدر التي يتحراها المسلمون في العشر الأواخر ويتسابقون في نيل فضلها وكرامتها إنما تلتمس بجملةٍ من الأعمال الصالحة يأتي على رأسها الدعاء وسؤال الله جل وعلا طلب الحوائج وقضاءها دل على ذلك أيضاً حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فدل الحديث إذن على أن الدعاء مما تلتمس به ليلة القدر فإنه أقرها عليه الصلاة والسلام على سؤالها عن دعاءٍ يخصها به في تلك الليلة الكريمة فقالت ما أقول ودل الحديث أيضاً على أن الدعاء الذي يشتغل به المسلمون في ليالي رمضان سواء كان في الصلاة وهم قيام أو خارجها فأي ساعةٍ بالليلٍ أو نهار قال العبد فيها يا رب سائلاً حاجته لأجل ما تقدم أيها الكرام ها هنا جملةٌ من الوصايا التي نشتغل بها في هذه الليالي الفاضلة والأيام المباركة ونحن نتحرَّ ليلة القدر سائلين الله العفو والمغفرة والعفق من النار هذه الليالي الكريمة المباركة إنما تطرق أبوابها بأدعيةٍ صادقةٍ من قلوبٍ خالصة فانظروا يا كرام كيف يدعو أحدنا ربه وبما يدعوه وكيف يدعوه هذه جملةٌ من القواعد الشرعية التي يرعاها المسلمون في شأن الدعاء عام وفي هذه الليالي الكريمة المباركة خاصة أول تلك الوصايا والقواعد العظام أيها الكرام أن الدعاء عبادة كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى ذلك التفات النظر إلى ما يغفل عنه كثيرٌ من المسلمين أثناء الدعاء فإن عامة الناس إذا توجه أحدهم بالدعاء فدع الله ساجداً أو رفع يديه في خارج الصلاة يدعو ويسأل الله فإنما يلتفت نظره إلى مسألةٍ يريد أداءها وحاجةٍ يطلب قضاءها وهذا حق لكنه مقامٌ ناقصٌ وقاصر والأكمل من ذلك والأتم أن يلتفت العبد في دعائه إلى أنه يتعبد لله بذلك الدعاء أما قال ربنا عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فأنت أنت بالدعاء تمتثل أمر الله الذي أمرك بدعائه فأنت عندئذ تتلبس بعبادةٍ يحبها الله واستشعار هذا أثناء الدعاء مقامٌ أكمل من سابقه وأنا أضرب لك مثلاً لو جلس اثنان في الصف بين الأذان والإقامة فتح أحدهما مصحفه وقرأ ورده وأتم حزباً من القرآن إلى أن قامت الصلاة وصديقه الذي بجواره ما عدا أن رفع يديه وهو يسأل الله ويدعوه إلى أن قامت الصلاة في ظنك أيهما كان متقرباً إلى الله عز وجل بين الأذان والإقامة بعبادةٍ هو مأجورٌ عليها كلاهما كلاهما ومن القصور أن نظن أن الذي قام وتنفل بركعتين أو جلس يذكر الله ويسبح ويستغفر أو قرأ القرآن أنه ذاك المأجور بعباداتٍ وحسنات وأن ذلك الداعي إنما بحث عن حظ نفسه نعم هو كذلك لكنه أيضاً في عبادة تلبس بها وهو مأجور عليها وإذا تحلى بأدبها واستشعر قواعدها كان أجره أتم وأعظم وأكمل هذا الأمر ينبغي أن يكون في الحسبان إذا دعوت الله أو أمنت خلف إمامك في الدعاء فاعلم رعاك الله أنك تتعبد لله بعبادةٍ يحبها الله ولو قلت يا رب زوجتي وولدي وديني ومرضي وحاجتي ووظيفتي وعددت ما شئت من مقاصدك وأغراضك وحاجاتك فإنما أنت عبد فقير بين يدي رب كريم تسأله ليعطيك وترجوه ليرحمك وتطرق بابه ليفتح لك فأنت عندئذ متعبد لله عز وجل فسواء حصلت لك المطالب وتحققت لك المقاصد أو أرجعها الله عز وجل لأمر إن هو خير لك فأنت في عبادةٍ تحمد الله عز وجل أن وفقك إليها ومن هذا الباب يا كرام أي عبدٍ يفتح له باب الدعاء فليلزمه وليحمد الله فإن من العباد عباداً موفقين من العباد عباد الموفقون أحدهم لا يزال على باب الدعاء طيلة العام فهو لا ينسى ربه ولا يهجر بابه ولا يبتعد عن سؤاله سواء كان في حال سراء أو ضراء في سعة أو في ضيق في شدة أو رخاء ذاك عبدٌ موفق لأنه يتعامل مع الدعاء لا على أنه حاجةٌ إن احتاج جاء فوقف بالباب لا بل هو عبدٌ يتذلل لله بالدعاء ويتقرب إليه سبحانه بطرق الباب يسأله لأننا مهما كنا في حياتنا في أحوالٍ فيها سعة وفيها رخاء وفيها أمور مستقرة وحياتك بحمد الله ما ينقصها شيء مهما كنت عبد الله فأنت ما زلت عبداً فقيراً أغنى الأغنياء فينا التجار والأثرياء والكبار والعظماء والرؤساء والملوك كل أولئك فقراء بين يدي الله الله عز وجل هو الذي حكم بهذا على الخلق عندما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فكلنا فقير الغني والفقير كلنا فقير الواجد والمعدم الكل بين يدي الله عز وجل فقير فإذا عرف العبد هذا المعنى وأتى إلى باب الدعاء عبادةً ولزم هذا الباب وفتح له فليحمد الله عز وجل وليلزم باب الدعاء وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له في الشدة والضراء فليكثر من الدعاء في الرخاء إذا ظل صوتك مسموعاً في السماء عبد الله في كل أيام العام وفي كل أحوالك فمتى حانت ساعة الكرب والشدة والضيق فناديت يا الله سمعتها الملائكة فعرفت صوتك الذي من قطع طيلة العام وذاك أحرى بالإجابة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام القاعدة الثانية من قواعد الدعاء أيها الكرام أن قوام الدعاء وصلمه وروحه هو تعظيم الله جل جلاله وتعظيم الله بلسان الحان أو بلسان المقال أعظم آداب الدعاء وهو رأس الأمر في الدعاء أن تعظم الله ومعنى التعظيم ها هنا كما قلت حساً ومعنى أما حساً فأن يطلع الله على حالك وينظر إلى قلبك فيراه ممتلئاً بتعظيمه جل جلاله ولا يرى فيه سبحانه وتعالى شيئاً أعظم منه وأنك حقاً قد عظمت الله وأنك ما جئت ولا وقفت ببابه ولا طرقت ولا سألت ولا مددت يديك ولا سجدت ولا قلت يا رب إلا وقلبك يقطر تعظيماً لله وإجلالاً واعترافاً بأنه الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض أنه مدبر الأمر سبحانه أنه القادر أنه القاهر وأنه في المقابل العظيم الرحمة اللطيف بعباده المقدر لما يشاء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تعظيمك لله عبد الله رأس مالك في الدعاء وأعظم ما تبدأ به دعاءك تعظيمك لربك عز وجل وسواء عظمته بلسان حارك أو مقالك أما لسان المقال فأن تعترف في جمل دعائك بتعظيمك لربك وأن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأن تعترف بفقرك وحاجتك ومسكنتك وعجزك وأنك لولا سبحانه لكنت لا شيء وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا إن وفقك الله للصلاة فصليت وللصيام فصمت وللقيام فقمت وللاعتكاف فأتكفت وللدعاء فدعوت وللطواف فطفت إن وفقك الله لأي باب من أبواب الخير والبر والدعاء عدت إلى نفسك فقلت لا والله إنما هو فضل الله وإنما هو توفيق الله وإنما هو الأمر منه سبحانه فعدت إليه تحمده على ما وفقك إليه معترفا له بالعجز والتقصير ولسان حالك يا رب عاجز عن حمدك طامع في مزيد فضلك فإنك لا تزال مهما أوتيت من أسباب التوفيق معترف بتقصير نفسك وبعدم قيامك بالحق الواجب عليه لسان حالك ولسان مقالك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادته بمثل هذا يا كرام تمتلئ القلوب تعظيما لربها وخالقها وسيدها ومولاها في تعظيمك لدعائك في تعظيمك لربك في دعائك أكثر من اللهج بحمده سبحانه بالثناء عليه بتمجيده فإنه الغني فإنه العظيم فإنه الكبير المتعال الذي عظم نفسه بنفسه سبحانه وأثنى على نفسه بنفسه جل اسمه وحمد نفسه بنفسه تبارك وتعالى فالله غني عن حمدي وحمدك وثنائي وثنائك والخلق أجمعين لكنه سبحانه يحب أن يسمع من العباد هذا الثناء وهذا التمجيد وهذا التعظيم في الدعاء قبل أن تطلب من ربك ما تحب أسمع ربك ما يحب وربك ماذا يحب؟ يحب التعظيم والتمجيد والثناء وهذه سورة الفاتحة تعلمنا هذا كل ركعة في الصلاة متى نقول إهدنا الصراط المستقيم؟ بعد ثلاثة جمل الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل نتعلم من سورة الفاتحة كيف نقدم بين يدي الدعاء تعظيما لله وإجلالا وثناءا تعلم يا أخي تعلم كيف تمدح ربك كيف تحمده كيف تثني عليه بماذا؟ بأسمائه وصفاته بما حباك من النعم تذكر كل نعمة أنت فيها فاحمده عليها تذكر كل سوء وتقصير وتفريط منك في جنب الله فتزداد تعظيما لله هكذا العباد الموفقون وعلى رأسهم سادات البشر الأنبياء الكرام عليهم السلام انظر إلى دعوات المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلمنا من الأدعية مثلا سيد الاستغفار أعظم دعاء تستغفر به الله ليغفر لك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قالها في يومه فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها في ليلته فمات قبل أن يصبح انظر إلى تلك الجمل في دعاء سيد الاستغفار وانظر كيف اجتملت على شقة التعظيم لله تعظيم لله واحتقار للنفس تمجيد لله وهضم للذات اعتراف بعظمة الخالق وبحقارة المخلوق قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي انظر كل تلك الجمل ثم قال فاغفر لي جاء طلب الاستغفار في كلمة في آخر الدعاء فأصبح سيد الاستغفار يا كرام الدعاء ليس بكثرة عباراته ولا بطول جمله إنما هو بما يملأه الداعي تعظيما لله ولو سأل الله كلمة لكنه مهد لها وقدم بين يديها حمدا وثناء وتعظيما وإجلالا كان إلى الإجابة أقرب وربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده هذا الإلحاح والتضرع خذها مثالا آخر أعظم دعاء في حياة البشر هو دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف هو موقف البزع الأكبر في أشد هول هو هول يوم القيامة في قصة الشفاعة وطلب البشر والخليقة كلها الشفاعة من الأنبياء يذهبون إلى أبينا آدم عليه السلام فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه فيعتذرون عن الشفاعة وكلهم يقول نفسي نفسي فيأتون إمامنا ونبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة عند الله يطلبون منه أن يذهب ليشفع لهم عند الله في موقف كان قيامهم فيه خمسين ألف سنة والشمس فوق رؤوسهم قد رميل والعرق قد تصبب منهم فألجمهم إلجاما ومنهم من بلغ منكبيه وحقويه وأنصاف ساقيه وكعبيه كل على قدر ذنوبه وخطاياه اشتد الهول وعظم الكرب وطال الوقوف فأرادوا انقضاء هذا الموقف من الفزع والهول فيذهبون يسألون الشفاعة الشفاعة عند الله ويتوسمون في خيرة خلق الله قول العزم من الرسل ويظفرون بها عند خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما تأملت لما قال عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها قال فأذهب فأنطلق فأسجد تحت العرش الآن ذهب ماذا يريد عليه الصلاة والسلام ذهب يريد الشفاعة سيدعو الله عز وجل تحت العرش ويطلب من ربه عز وجل شافعا يطلب من ربه أن يأذن ببدء الحساب والفصل بين الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير في ذلك الموقف العصيب والهول العظيم يشتد الهول والموقف والكرد فيقول عليه الصلاة والسلام فأسجد تحت العرش قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها انظر أعظم موقف دعاء كان ممتلئا حمدا وثناءا على الله ما ندري من الجمل لكنه قال محامد علمنيها فعلمه الله ماذا يحمده ما سأل شيئا ولا قال يا رب أشفع لهؤلاء عندك أبدا قال فأحمد ربي ثم ماذا قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع والله سيصل الداعي إلى مطلوبه إن أحسن الأدب بين يدي الله بتعظيمه قبل أن يطلب الله عظم ربك ومجده وامدحه وأثني عليه فربك يحب أن يسمع ذلك وكلما أكثرت كان خيرا لك وكلما زد في مدحه اقتربت للإجابة فرحم الله عبدا إذا دعا مجد وحميد وأثنى وتوسل وكانت جمله في التوسل والثناء والمدح والتعظيم أكثر من سؤاله وطلبه لحاجته تدري ليش؟ لأنه يعرف أنه إن أحسن في الثناء والمدح وتمجيد الله فإنه قد وصل إلى نيل رضى الله وإذا رضي الله عنك خلاص انتهى كل شيء إذا رضي عنك أرضاك وإذا أرضاك أعطاك حتى يدهشك العطاء ما تدري والله ما حدود العطاء فقط أحسن عليه الدخول من باب الأدب أضرب لكم مثالا ماذا لو قيل لك عبد الله؟ وجدنا لك موعدا عند ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء أو تاجر كبير من التجاء والأثرياء ما دخل عليه أحد إلا أعطاه ولا طلبه إنسان شيء إلا حقق له المرات فقيل له هذا موعد لك مخصص خمس دقائق ادخل عليه وتكلم معه واطلب حاجتك انظر فرق بين اثنين دخل أحدهما وقال السلام عليكم حاجتي كذا وكذا وكذا عندي بيت وعندي إيجار كهرباء وأحتاج سيارة وأريد الزواج وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا والسلام عليكم ومشا الكريم كريم سيعطي لكن بالله علي هل يستوي هذا؟ مع آخر دخل فقال أطال الله بقاءكم وأحسن إليكم ما زالت أياديكم بالخير ممتدة وما زال عطاؤكم مشهودا والخلق يلهجون بحمدكم والثناء عليكم والدعاء لكم فعلتم وصنعتم وأنتم 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 تحمد وتثني تتوسل بذلك إلى نيل المراد وتحقيق المطلوب يا أخي إذا كان هذا بين البشر والبشر إذا كان هذا بين الإنسان والإنسان ولله المثل الأعلى فكيف بعبد واقف على باب ملك الملوك ورب الأرباب وسيد الأولين والآخرين وديان يوم الدين سبحانه وتعالى نحن والله أحوج إلى تعلم هذا الأدب الذي لقنتنا إياه الشريعة وعلمتنا كيف يحسن الداعي دعاءه إذا دعا كيف يتوسل كيف يحمد الله كيف يثني عليه كيف يمجده سبحانه وتعالى إذن فقوام الدعاء يا كرام تعظيم الله وحسن الأدب بين يدي الله عز وجل إذا علمت ذلك فالقاعدة الثالثة أن من تمام الأدب في الدعاء من تمام الأدب في الدعاء وتعظيم الله في الدعاء أن تعرف مقامك ومقامه سبحانه كيف يعني؟ يعني تعرف أنك المسكين وأنك الفقير وأنك المحتاج وأنه سبحانه الغني وأنه الحميد وأنه القادر وأنه القاهر وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إذا عرفت مقامك الفقير المحتاج وعرفت مقامه سبحانه الغني الحميد القادر اللطيف الكريم المنان بديع السماوات والأرض عرفت ماذا تطلب وحققت ما تريد وعرفت سقف أمنياتك التي تطلبها وتسألها من الله بئس العبد عبد إذا دعا دعا وقلبه متردد في الإجابة يشك ما يدري هل يحصل له المراد أو لا يحصل تسأله لما يا عبد الله قال أعرف أن هذه أمراض مستعصية ولا شفاء منها لماذا أنت يا عس قال أعرف أن هذه الحالة التي معي منذ عشرين سنة لن يتغير فيها شيء لماذا أنت غير جاز بالإجابة واليقين في الدعاء قال أعرف التحليل الطبية كلها تقول أنه لا يمكن أن يحصل الحمل ولا الإنجاب سبحان الله يا أخي اعرف مقامك واعرف مقامه أنت عبد ومسكين وعاجز وفقير ومحتاج وأنت لا تزال بين يدي الكريم القادر سبحانه وإذا عرفت أنه القادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عرفت ماذا تطلب ومتى تطلب لأنك تسأل القادر على كل شيء انظر معي رعاك الله هذا نبي الله زكريا عليه السلام وقد أخبر القرآن عن الموقف النبوي الكريم من نبي الله زكريا عليه السلام في الدعاء فاسمعوا معي وكلكم يقرأوا سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يعني أنه قد كبرت به السن بحيث لا يمكن أن يكون لمثل هذا العمر بين البشر قدرة على الإنجاب ضعف في الإخصاب وعدم قدرة على الإنجاب أو حصول الولد وهذا من أسباب الحياة وقواعدها ومع ذلك قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا شوف هو عرف أنه بحيث مقدور البشر هو غير قادر وبأسبابنا البشرية وقواعدها الدنيوية أن هذا لا يمكن أن يكون ومع ذلك يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا ليس هذا فقط قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة يعني ليس عدم حصول الولد منه فقط بل حتى من زوجه هي امرأة عقيم العقيمة التي لا تحمل ولا تلد فسبحان الله الولد بحساباتنا الدنيوية البشرية مستحيل منه ومستحيل منها من الطرفين ومع ذلك فزكريا عليه السلام ما يأس ولا قال هذا باب مغلق جاء فقال فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آلي عقوب واجعله ربي رضية حتى لما طلب الولد ما كانت سقف أمنياته حصول الولد لا يريده ولدا ويرث النبوة ويكون مرضيا عند ربه يا رجل هكذا الدعاء وإلا فلا هكذا سؤال الله الكريم لأنك تعرف أنت من وهو من سبحانه سأل هكذا فجاء الجواب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا هكذا يعلمنا القرآن وأنبياء الله الكرام عليه السلام كيف يكون الدعاء وهم أقرب البشر إلى الله وأعلم البشر كيف يكون الدخول على باب الملك سبحانه وكيف تطلب المطالب في السؤال في الدعاء ارفع سقف المطالب وأعرف أنك أمام الغني الذي قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط وإذا أدخل البحر اغمس إبرة في ماء بحر وأخرجها فما الذي أخذته من ماء البحر ولا قطرة هكذا هو عطاء الله عز وجل وهو القائل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نحن يا كرام في باب الدعاء نقبل بقلوب ملؤها التعظيم لله ليس هذا فقط واليقين بما عند الله فقد يقول قائل لكنني ما زلت أدعو الله منذ عشرين سنة منذ سبع سنوات بحصول الولد أو بشفاء المرض أو بتبدل الحال أو بقضاء الدين أو بتفريج الهم ومع ذلك ما حصل شيء هذا سوء أدب من العبد مع ربه لا تقول ما حصل شيء لأنك لا تطلع على الغير ولا تدري بل حصلت أشياء وأنت لا تعلم حصل لك الذي تريد وفوق الذي تريد يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى الثلاث خصال والله ما قلت يوما يا رب ولا قلت اللهم إني أسألك إلا أعطاك الله واحداً من ثلاثة أمور قال إما أن تستجاب دعوته يحقق له ما أراد ويستجاب له ما طلب قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قد يكون مقدراً لك من البلاء ما لا تعلم فصرفه الله عنك بكثرة دعائك ما تحقق الذي تريد ما رزقت الولد ولا شفيت من المرض ولا انقضى عنك الدي لكن الله وقاك من المكاره والبلاء ما لا تعلم بلطفه سبحانه بسبب دعائك فكان دعائك الذي رأيته ما تحقق حقق الله لك به شيئاً آخر صرف عنك من السوء ما لو كنت مطلعاً عليه لحمدت الله أنك كفيت إياه أما الثالثة فلو علمها العباد أظن لتمنى أحدهم أن لا يستجاب له شيء من دعواته في الدنيا قط قال في الثالثة وإما أن تدخر له في الآخرة تخيل تأتي يوم القيامة وفي صحيفتك وفي رصيدك وفي سجلك من الحسنات شيء ما عملته لكنها دعوات كنت قد صرفتها كثيراً في الدنيا في سجدات بين أذان وإقامة في طواف في عمر في حج ظللت تدعو سنوات وسنوات وسنوات ما تحققت لك تلك الدعوات لكنها تحولت لك رصيداً في الآخرة والله أظن أننا لو تيقننا ذلك لتمنين أحياناً ألا تستجاب لنا دعوة في ذلك الموقف الذي يبحث فيه الإنسان عن الحسنة التي تنجيه وتثق الميزانة فإذا أنت في الدعاء لا محالة إما أن يعطيك وإما أن يعطيك هو عطاء في كل الأحوال فلا تقل ما وجدت شيئاً ما حصل شيء بل حصل شيء رأيته أو ما رأيته لكنه اليقين بما أخبر به المصطفى الصادق صلى الله عليه وآله وسلم أما إن من أدب الدعاء يا كرام ومن تعظيمنا لله في الدعاء أن نتوسل إليه بما يحب وأن يجعل الداعي بين يدي دعائه أمراً يحبه الله ومما يحبه ربكم عز وجل الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا وبين يدي أمرنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي فأخبرنا أنه قد صلى عليه وأن الملائكة تصلي عليه قال بعدها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً يا أحبة اجعل فاتحة دعائك وخاتمته صلاةً وسلاماً على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله وتمجيده والثناء عليه فإنك والله تستعمل مفتاحاً عظيماً من مفاتيح إجابة الدعاء هذه المساجد إذا دخلناها فإنا ندخلها بذكر الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تقبل على طاعة وعبادة وأبواب رحمة تريد أن تفتح لك فانظر كيف استفتحتها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا من المساجد قضينا الصلاة وذكرنا الله أقبلنا على الدنيا نطلب الرزق والحياة الطيبة والمال الحلال واللقمة الهنيئة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك هكذا تفتح أبواب الرحمة أبواب الفضل أبواب الخير أبواب الرزق تفتح بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انظروا حتى في صلاتنا على الجنازة عندما نصلي على أمواتنا التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة اركن الصلاة التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة التي بعدها ندعو لأمواتنا أما فطنت أنك قبل أن تدعو بالرحمة للأموات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفتح أبواب الإجابة بهذا العمل الذي أحبه الله فشرع لنا في صلاة الجنازة أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة الرابعة يا كرام من قواعد الدعاء وآدابه العظيمة التي يتحل بها المرء في دعائه إذا دعى الله وفي سؤاله إذا سأل وفي مطالبه إذا طلب أن يكون في دعائه متلبساً بأدب المسكنة والفقر الفقير المحتاج إذا أتى إلى باب الكريم سبحانه وإذا دخل على الغني الحميد وإذا طلب الله ما يريد فإنما يطلب بأدب الفقراء ما أدب الفقراء الذل الخضوع المسكنة ماذا قال الله عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداءاً خفية هل رأيت فقيراً دخل على تاجر وغني أو رئيس أو أمير أو سيد كبير مطاع أو من يعطي ويوزع الأموال فدخل فقال يا فلان أعطني وجلس يصيح بأعلى صوته لا ليس هذا من الأدب في الدعاء ليس من الأدب أن يصيح الداعي في دعائه وأن يجلجل بصوته في الدعاء اخفض صوتك وانكسر الله يقول أدعوا ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين أدعوا بصوت خافض وهمس ولا تخشى فإنه سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى اهمس بدعواتك في سجودك أنت تهمس في أذن الأرض فيسمعها الذي في السماء سبحانه وتعالى أخرج ما تريد من أدب المسكنة والذل والخضوع في الدعاء يا كرام أن تخرج ما في صدرك أن تبوح لربك بحاجتك لا بأس في مقام الدعاء تحدث مع الله أفضي إليه بما في قلبك ما مشكلتك في وظيفتك في بيتك وأسرتك في زوجتك في حياتك العامة في شؤونك الخاصة كيف تصنع أخي مع صديق عمرك الوفي أو مستشارك المؤتمن الذي تأتي إليه في ساعة المشكلة ماذا تفعل؟ ستشرح له بالتفصيل الممل ما الذي حصل تقول حصل كذا وكذا وصار كذا فقلت لها وقالت لي ولما خرجت من عندها بعد ذلك صار وصار تحكي له ماذا تريد؟ تريد أن تحقق شيء أولا تفضض عن شيء ما في نفسك فتستريح ولابد من شكوى لذي مروات يواسيك أو يسريك أو يتوجع وأنت ثانيا تريد أن تحيط بتفاصيل مشكلتك وقضيتك لتأخذ من صديقك الوفي ومستشارك المؤتمن ما ترجو من نصيحة صادقة ومشورة أمينة أو على الأقل أن يساندك بدعوة صادقة في ظهر الغير بالله عليكم هل نفعل ذلك مع ربنا إذا دعوناه في الملمات؟ هل نشكو إليه؟ هل يفضفض أحدنا في الدعاء؟ لا تقل لأن الله يعلم حالك نعم هو يعلم حالك لكنه يحب أن يسمع منك في الدعاء فصل مع ربك في أحوالك أشكو إليه بث إليه شكواك ونجواك وهمك في كل شأن من شؤون حياتك عد مرة أخرى إلى دعوات زكري عليه السلام هو يشتكي أنه كبير في السن وأن زوجته عقيم هي جملتين اسمع ماذا قال قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا الجملتين بمعنى واحد أنه كبير في السن لكن انظر كيف يوسع في جمل الدعاء لأنه بين يدي ربه وخالقه ويأنس بمناجاة محبوبه ويريد المقام أن لا ينتهي وأن الدعاء لا ينقطع والله لو امتلأت القلوب بهذه المشاعر تعظيما لله وتلطفا وتوددا وانكسارا ثم استمتاعا بجمل الدعاء وأنت تدعو والله لن تنزل يديك ولن ترفع رأسك من سجدتك وستظل مستمتعا في دعواتك وأنت منكسر لا بأس أسكب شيء من دمعاتك يحب أن يراها الله ليخشع صوتك وجوارحك يحب الله أن يرى منك ذلك الانكسار فإذا أحب الله ذاك المقام ورضي عنك أغدق عليك العطاء حتى أنساك ما أهمك والله لو لم يكن في الدعاء إلا لذته لكفى في الدعاء تبكي من حرقة الهم وشكوى المصائب ورفع المطالب ثم تشعر بشيء من السكينة تسري في جسدك ولا عجب فأنت كنت في خلوة مع سيدك ومولاك أنت كنت في مناجات للخالق جل في علاه هذا وحده يفيض على النفوس المؤمنة سكينة ورضا وراحة بال وانشراح صدر لا يعلم به إلا الله أما رأيت أولئك المنكسرة قلوبهم الذين عفروا جباههم في السجود الذين أطالوا القيام الذين أمضوا الدقائق والدقائق الطوال متتابعة ما يرفع أحدهم رأسه من سجدته ما الذي يعيشه أولئك عاشوا غمرة الاستمتاع واللذة بمناجات الله أحدهم يرى أن اشتغاله بالدعاء في ذاته متعة وأنس ومناجاة للخالق فكيف إذا كان مع ذلك أجر وثوار فكيف إذا كان مع ذلك تحقيق الدعاء وإجابة المطالب كيف كان مع ذلك كيف إذا كان السعادة الدنيوية والأخروية يا كرام باب الدعاء باب كريم عظيم من فتح له فهنيئا له والله ومن تعلم أدبه فليلزمه فإن العبد إذا أقبل على الله بصدق وإخلاص ويقين فيما عند الله ودع الله بقلب صادق ولهج فلا والله لا يكاد يرد له دعاء كما يقول ابن القيم رحمه الله فكيف إذا كان مع ذلك زمان مبارك كليالي العشر الأخيرة من رمضان يتأكد والله إجابة الدعاء فكيف إذا كان فوق ذلك شهر مبارك في بلد حرام وعند الكعبة المعظمة هذه التي لا تكاد تظن أن الله يرد فيها داعية أو يحرم فيها سائلة أبداً والله يقول ابن القيم رحمه الله إن العبد لو علم في سجوده ما الذي يمطره من رحمات ربه التي تتنزل عليه لما رفع رأسه من سجدته تلك هي القلوب الواعية يا كرام التي تصدق مع الله فتمتدئ يقيناً بما عنده وتعرف حقيقةً عظيم فضله وكريم نواله وعطائه فتظل لازمة ذلك الباب القاعدة الخامسة المطالب العالية في الدعاء يا كرام من توفيق الله للعبد إذا دعا أن يتجه للمطالب العالية في الدعاء أدعو بما تحب وسأل ربك ما شئ وبكل تفاصيل الحياة ليسأل أحدكم ربه حتى الملح في الماء وشسع النعلي إذا انقطع لا بأس كل ذلك جائز ومشروع لك لكنه من التوفيق أن ينظر المرء إلى جوامع الدعاء والمطالب العالية ما المطالب العالية؟ من المطالب العالية الدعوة التي تدعو بها كل يوم في كل صلاة في كل ركع الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذه أعظم المطالب وأقل ما نقولها في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الركعات في الصلوات المفروضات فإذا صلينا النوافل تضاعف هذا العدد انظر يربطك الإسلام في الصلاة بأن تسأل الله الهداية كل يوم الهداية يا إخوة ليست للعصات والفساق والمقصرين والمفرطين في جنب الله وأرباب الكبائر والفواحش والآثام لا أولئك يحتاجون للهداية نعم لكن المهتدين والطائعين والمتقين والصالحين والأولياء أشد حاجة إلى الهداية أي هداية وهم مهتدون؟ قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم تسأل الله إن كنت مهتديا أن يثبتك على الهداية وأن يزيدك وأن يرفع قدرك وأن تظل متنعما بالهداية حتى تلقى الله عز وجل من المطالب العالية في الدعاء يا كرام ما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول انظر جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها في أمر عظيم هو الدعاء في ليلة القدر فعلمها جملة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني طيب وأين باقي المطالب والليلة ليلة قدر وهذه ليلة مباركة والباب فيها مفتوح والدعوات فيها مجابة طيب أين أذهب بباقي أمور الحياة البيت والزوجة والأولاد والديون والأمراض والأسقام والمصائب والبلاء والكربات لا تخف فإن الله إذا عفى عنك إذا عفى عنك نلت سعادة الحياة ولا تسأل كيف سيجعل الله لك من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج إن عفى الله عنك نلت المطلق هذا من التوفيق هذا من الحكمة في الدعاء أن تطلب المطالب العالية لأن المطالب العالية إن تحققت فما دونها يكون من باب أولى أما الاقتصار على الأمور الجزئية والقضايا المحدودة والغفلة عن القضايا الكبار فهذا من عدم التوفيق في الدعاء في الحج قال الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لماذا ليس له حظ في الآخرة لماذا لأنه ما طلب لأنه ما سأل قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ولهذا فإن من أجمع جوامع الدعاء هذه الجملة العظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بها دعواته ويحرص عليها وسن لنا في الطواف أن نجعل هذه الجملة العظيمة في آخر كل شوط في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود لأنها جملة عظيمة لا تريد أن يتم لك شوط إلا وقد ختمته بدعوات تسأل الله أن لا يحرمك فيها تدري ما حسنة الدنيا؟ كل شيء تريده من أبواب السعادة في الدنيا فهو من حسناتها الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والرزق الواسع والمال الحلال والحياة الطيبة كلها داخل في قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وإذا ما بات شيء ما بقي شيء أما حسنة الآخرة فجنة الفردوس والنعيم المقيم والحور العين والأنهار الجارية والنعيم المقيم وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم داخل في قولك ربنا آتنا في الآخرة حسنة فمن توفيق الله للعبد أن يتجه للمطالب العالية وأختم أيها الكرام بالنظر إلى الجمل النبوية المأثورة في الدعاء فإنها أنفع ما دعا بها الداعي وأبرك ما طرق بها العبد باب ربه أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام احفظ منها ما شئت فإنها خير كلها وبركة كلها ومع حفظك إياها استحضر معانيها فإنها والله عظيمة وها نحن في كل صلاة في الوتر خلف الآئمة نؤمن على القنوت في الوتر وفيها جمل والله لو حضرت القلوب في معانيها لذابت شوقا ومحبة وتعظيما لله عز وجل وحسن رجاء وصدق ظن بما عنده سبحانه يعني مثلا يقول آئمتنا في التراويح في القنوت في الوتر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت انتبهت إلى المعنى انتبهت إلى أن معناها يا رب نحن نعلم أن لك عبادا قد هديتهم بفضلك فاجعلنا يا رب منهم وعافنا في من عافيت يا رب أنت لك عباد قد عافيتهم من ماذا؟ عافيتهم من البلاء والمصائب عافيتهم من الأمراض والأسقام عافيتهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن عافنا يا رب في من عافيت عندما تقول خلف إمامك آمين قلها بقلب صادق وأنت مستشعر لعل الله أن يقبلها من فمك فيلحقك بهم فتكون واحدا ممن هدا ومن من عفا أما الثالثة وتولنا في من توليت تسأل الله أن تكون من الأولياء من الأولياء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن تولاك الله عبد الله فتلك الكرامة ولاية البشر عند الله مرتبة بعد النبوة لا شيء بعدها إلا الولاية تلك المراتب العالية كل يوم نحن نسألها في الدعاء وتولنا في من توليت وفي خاتمة الوتر عادة ما يدعونا أيضا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك أنت تعلم أن الله إذا سخط على عبد نالته العقوبة فتدري ما الذي يجيرك من سخطه رضاه سبحانه لأن رضاه عندك أعظم أملا فأنت تعول عليه وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك لا شيء يجيرك من عقوبته إلا عفوه سبحانه ثم تقول وأعوذ بك منك فالله أعظم ما يخاف منه وأعظم من يلتجأ إليه هذه عجيبة والله أنت لا تستعيذ بشيء أعظم من الله ولا تستعيذ بشيء تخاف منه أكثر من الله تقول أعوذ بك منك تعوذ بالله من الله لأنك تفر من الله إلى الله فهو سبحانه وتعالى الملتجأ والملجأ يا كرام الليالي المباركة ليلتكم القادمة ليلة السابع والعشرين وهي أرجى أرجى ما تكون من ليالي القدر تحرية وفي باقي ليالي العشر بركة وخير كلها ونحن في المنعطف الأخير بل في آخره في توديع شهرنا فالله الله الدعاء وأنت صائم لأن للصائم دعوة لا ترد الدعاء في قيامك وتحريك لليلة القدر فإنها تتحرى بأسباب من أعظمها الدعاء فإذا فتح الله لك باب الدعاء عبد الله وأنت معتكف أو صائم أو قائم أو قانت أو موتر آخر الليل أو مناج في السحر فعليك بتلك القواعد العظام والآداب الكرام الحسان فإنها مفاتيح تحقق بها إجابة الدعوات فأقبلوا على الله وقلوبكم ممتلئة ممتلئة أن الله كريم وأن الزمان عظيم وأن الليالي مباركة وأن البلد حرام كل شيء من حولك الآن عظيم الزمان والمكان والعبادة وشرف الفضيلة التي أنت فيها ما بقي إلا أن تكون أنت عظيماً في افتقارك إلى الله والتجائك إليه وصدق دعائك أن ينيلك سبحانه وتعالى ما تريد ثم إذا دعوت فلا تنسى أحق الناس عليك والديك بالإحسان والبر والحسنات العظام أحياءً كانوا أو ميتين لا تنسى زوجتك وأولادك لا تنسى نصيبك من الدنيا وحظك في الآخرة لا تنسى أمتك أمة الإسلام فإن لها حقًا عليك فأنت من أولادها وأنت من أبنائها وكلنا يرى ما يحل بالأمة وما يتناوبها ذات اليمين وذات الشمال فأنت تسأل الله أن يجعل لها من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وأنت أكرم الأكرمين وديان يوم الدين نتوسل إليك ربنا بما تحب فأنت الكريم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أفقر خلقك إليك ومن أغناهم بك يا عظيم يا منان اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضى عنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعفو والمغفرة والعتق من النار يا أكرم الأكرمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتكتب بها رضاك عنا حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين اللهم رحمة من عندك تشفي بها أمراضنا وتعافي بها أسقامنا اللهم رب الناس أذهب الباس عنا وعن عبادك المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم عافي مبتلانا وارحم موتانا يا رحمن ويا رحيم اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجازهم يا رب خير ما جازيت والدا عن ولد أكرم في الجنان نزولهم وارفع عندك مقامهم وأكرمنا بصحبتهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم اللهم أمرتنا بالبر وأنت البر الرحيم اللهم إنهم قد أحسنوا إلينا فأحسن إليهم اللهم إنهم قد كفونا مؤونة الدنيا فاكفهم هم الآخرة اللهم ارفع مقامهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيه أن تجعلنا في أقرب عبادك المقربين وأوجه عبادك يا رب الصالحين واجعلنا في زمرة من قبلتهم ووفقتهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وحققت مرادهم وأجبت دعاءهم وأنت المنان الكريم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد واجزهما عن خدمة الحرمين وقاصدهما اللهم من أكرم وفدك فأكرمه ومن أعانهم فأعنه ومن حفظهم فاحفظه ومن يسر عليهم فيسر عليه هذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى إمام الأمة وهديها محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين